مع الزيادة السكانية المطردة في غزة برزت تحديات عدة في قطاع الزراعة منها تقلص مساحات الأراضي الزراعية وشح المياه والأدوات أمر دع المختصين والمزارعين إلى البحث عن حلول خلاقة ومجدية الزراعة العمودية إحدى الحلول لمواجهة الزيادة السكانية والتي بدأت المهندسة ولاء عبد المنعم في تطبيقها على مساحة لا تتجاوز 200 متر عملت على تجهيزها لتناسب هذا النوع من الزراعة والتي تؤكد من تجربتها أنها مثالية لبيئة غزة فضلا عن الجدوى الاقتصادية والانتاجية فكرة المشروع أجد بداية من منطلق تخصصي كمهندسة الزراعية تخصص الانتاج النباتي والوقاية بقي مشروعي بأنه مشروع ناجح انتاجيته عالية بيعطينا انتاجية أضعاف اللي هي الأرض بمساحة قليلة وجودة الثمر بجودة عالية كذلك عمل بعض المزارعين على استغلال حداثة أساليب هذا النوع من الزراعة في تطبيقها على أصوح المنازل بعد توفير المستلزمات لذلك هذا النمط عالمي ممارس في جميع أنحاء العالم فأنا قلت إحنا في قطاع غزة أنسب مكان لتطبيق هذه الفكرة عاطلين عن العمل كثر نقص غذاء وفقر وعدم أمن غذائي ويعد قطاع غزة من أعلى أماكن العالم من حيث الكثافة السكانية ما يعني تأكل المزيد من الأراضي الزراعية مستقبلا والتي تبلغ حالياً ثمانية عشر ألف هكتار بجانب التوترات الأمنية مع إسرائيل خاصة على المناطق الحدودية والتي تحد من الزراعة فيها محمد بعلوشة المشهد غزة ترجمة نانسي قنقر